هيدا لبنان نجيب مئاتي رئيس مكلف للحكومة اللبنانية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية ليه؟ لأن هيدا لبنان كلمة هيدا لبنان كلمة تاريخية بلبنان حاضرة ويبدو أنها حتكون مستقبلية هيدا لبنان مثل الجوكر وين ما تحطها بتركب كلمة تقفل عند حزب ما عن جهة سياسية ما عن طيار سياسي ما بشي غير منطقي بشي غير مفهوم بشي معاكس لما أخبروا به جماهيرهم تسألهم لماذا فعلتم ذلك ليه عملته هيك بقلك لأنه هيدا لبنان هيدا لتبتاع غير لبنان ما بيتغير لبنان بتشوفوا أنت لهيدا الشخص منه مشغول بتغير هيدا لبنان يلي هو هيدا لبنان طالما هيدا لبنان مش حلو وزعجك المطلوب أنا شوفك أنك أنت مهموم كجهة حزبية ما أي جهة حزبية مهموم هم يومي بتغيير هذا اللبنان بتغيير ما هيدا لبنان أنت ما عم بتغيره لهيدا لبنان لأنه مناسبك باختصار لقد سقط النفاق في لبنان لقد سقط القناع عن القناع عن القناع عن القناع بعد ما وصلنا إليه خلصنا كل شخص مطلوب منه سمى نجيب مئاتي لرئاسة الحكومة بلا مشروع أنا ما رحقول أنه نجيب مئاتي الشخص الفاسد الشخص الذي عليه شبهات في موضوع الاتصالات قديما وعليه شبهات في موضوع القروض المدعومية اللي هي المفروض عبر الإسكان أو للفقراء أو لمتوسطي الداخل ما علاق أي شبهة فقط شغلتين شخص مجرب ونحن ملوك المثل الشعبي اللي بقول من جرب لمجرب كان عقله مخرب كان عقله مخرب كلمة قدوة مثل ما هي كان عقله مخرب أي جهة حزبية سمته نحن لازم نقلها هلأ أنت عقلك مخرب أو غيره هيدا المثل الشعبي عمله تظاهرة هيك نزال وقوله نحن منا نغير هيدا المثل الشعبي لا عقله ما بيكونوا مخرب يلي جرب لمجرب خليها نسحبوا من الثقافة الشعبية من الفولوكلور الشعبي لهيدا المثل هيدا مسألة المسألة الثانية غير أنه مجرب شو خططه شو خططه يعني نجيب مئاتي إنه أنا بدي رئيس حكومي يجي هيك مكلف ويجي يعمل أي حكومي طب أنا ليه بدي أتحمس له أعطيني يعني ساع يعني مطلوب من الأحزاب يلي سمت نجيب مئاتي هلأ بنرجع بنحكي عن يلي ما سمت نجيب مئاتي وهيدي لعبة توزيع الأدوار التافهة والسخيفة يلي صارت باللبنان يلي ما عادت طنطلة حتى على عدني الزكاء ما رح قول عن متوسطي الزكاء بس ماشي وعم بتبيع لي أنه شو ممسوكين كامشين الناس من إخوانيقة وأنه شو ما كنت أعملوا أعلى ما بخيل كنت أركبوا وللأسف الناس يعني أعلى ما بخيلها ركبتوا وما طلع من أمر شي إلا أنه هيدا النظام هالأد متجزير وهالأد لئيم وهالأد خبيث بنيويا أنا من هيدا النقطة من نقطة نجيب مئاتي بدي انطلق لشي خاصه بالسياسة اللبنانية بشكل عام منقول بالنشيد اللبناني منبت للرجال قوله هو العلم وقوله إلى آخره لبنان لا السياسة اللبنانية هي منبت للنفاق لبنان بنظامه السياسي هو منبت للنفاق الأحزاب لما بتقول أنا بدي كافح الفساد أو بدي حارب الفساد وبترجع بتسمي رئيس حكومة فيه عليا شبهات أنه فاسد وبالرأي العام عموما فيه كلام على أنه فاسد وملياردير العالم عم بتموت الجوع من قوم من جبلهم ملياردير بدل ما جبلهم واحد أنه لا يتحسس أمورهم ما الإنسان يدرك بالسليقة أنه إذا كان موجوع بدي يكون قريب منه شوية اللي بدي يحس بوضعه هيدا كتير غني كتير غني بس هكذا تعمل المافيات لا تعترف إلا بأصحاب النفوذ إلا بأصحاب المليارات إلا بمن تعترف به دول أخرى في الخارج والكل بلا استثنائية تحدثون عن ماذا؟ عن سيادة صارت مملة حتى كلمة سيادة صارت مملة يعني أو لبسوا متما بتحكوا أو أحكوا متما بتلبسوا بغض النظر أنا ممكن أتقبل الخطابين أي خطاب هيدا أو هيدا بس كلاهما لا أنا بدي ضو على لقطة النفاق يلي الأحزاب السياسية والحياة السياسية في لبنان هي المسؤولة عن إشاعتها في المجتمع اللبناني المجتمع اللبناني يلي كل هاتنا نشكي منه إنه ليش الناس صايرة متوحشة على بعضها بالعقود الأخيرة وبالفترة الأخيرة أكتر وحد زيد لأدام أكتر توحش الأنانية الكذب الدجل النفاق هيدا كله في ناس بيطلعوا بقولولك الجملة الشهيرة يلي ما بيقولها إلا سازج أو إنسان يعني على قده منه هالإنسان النخبوي وللأسف المسبعة من بعض النخبويين ومن بعض الإعلاميين بقولولك هيدا الشعب بيستاهل كل واحد بيقولك الحق على الشعب والشعب هو فاسد اتأكد شغلي من شغلتان إما هو مبسوط منه لهيدا ومستفيد من إنه يكبه هاكي بالسماء يكب التهم هاكي يعلقه على الشعب وبالتالي لأنه هو مستفيد من هيدا الفكرة مستفيد من السيستام أو شخص بسيط لا يمكن إنك تجد عالم اجتماع لديه قدر متوسط من المعرف العلمي وكيف تعمل المجتمعات وبقوم بروح بيكبه على الناس إذا كلام ممكن تسمعه من شفار تاكسي كذا حدا إنسان على قده مهموم بحياته اليومية وبلقمة عيشه ممكن يقلك نحنا الشعب فاسد كذا 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 وبغض النظر هذا بحث بيحكي فيه على جنب إنه الناس لما تفشك بيصير تجلد بحالة بتعمل ارتداد على حالة بس لا أنا عم بيحكي عن النخب عن بعض المثقفين عن الإعلاميين يلي بيقولولك هاي الجملة الغبية بيقولولك إنه الشعب لا السياسيين هني أصلا النفاق هني يلي أفسدوا هيدا الشعب ومش صحيح كما تكونوا يولى عليكم هيدا جملة يعني معلوكة وسخيفة وكل واحد بطل يلاقي أي كلمة بدي يقولها بيقولك كما تكونوا يولى عليكم لا خيي أنا منيح أنا منيح أنا منيح أنا منيح وفيه غير مناه فإنحنا ما ننمشي شو يعني بالقطيع العاطلي اللي هو مشانا أنا منيح وغصبا عن الدنيا كلها أنا منيح ورفعت صوتي قبل وهلأ وبعدان المسألة عند السياسيين هني اللي بيصنعوا الوعي هني الحكام الحاكم هو اللي بيصيغ القيم اللي بتمشي بقلب هيدا المجتمع أنا على قناعة إنه هاي الأحزاب الموجودة في لبنان هي المسؤولة على النفاق هعطيكم مثال أشهر سنائب لبنان مين هو سنائي حزب الله وحركة أمال لما بتسمع من جماهير الطرفان من جماهير الحزبان قاعدين عم يكرهوا بعض على السوشيل ميديا وغير السوشيل ميديا هولي بقولوا عن هولي فاسدين هولي بقولوا لا عن هيدولي عم يكلولنا حقنا لا هيدولي كذا طب ما أحزابكن متحالفة مع بعضا بيعرفوا هون زعماء الأحزاب زعماء هولي الحزبان إنه هني عم بيشيعوا النفاق بين جماهيرهم ولما بيدسوا شي من تحت الطاولة لجماهيرهم يغزوهم فيها بينما هني بالعلن لا أحباء وإخوان وكذا بتعرف شو عم تعمل هنا بتعرف شو عم تعمل فيه لهذا الشخص لما أنت بتقوله إنه هيدا فاسد بس أنا متطرق اتحالف معه أو هيدا مدري شو عنده مشاريع جبير أكبر مني بس أنا متطرق اتحالف معه أنت عم بتحوله لهذا الشخص المواطن مناصرك أو محاسبك عم بتحوله لمنافق مع مرته مع جيرانه مع أولاده مع أصدقائه مع رفقاته بيشغله وإنما كان بيقول لك إذا الأيكون تبعي بيعمل هيك أمور فأنا ليش ببدي أعمالها إذا فسود العالم فسود العالم السياسيين هني لفوق ليوصلوا الناس لهيدا المطرح هذا المطرح البشع الموجود في قلب مجتمعنا اليوم نفس الشي عند السناء المسيحي اللي هو مش كتير متحالف أوقات بيكون متحالف أوقات مش متحالف طيار الوطن الحر والقوات اللبنانية فترة من الفترات كلها نتذكر قصة قوعة خيك بعدين وقز مناصرين هيدا المناصرين هول الحزبين الطيار الوطني الحر وقوات اللبنانية بيكتشفوا أنه هيدا ملعوب كاين من تحت الطاولة وصل عون على رئاسة الجمهورية وكاينين ويعدينوا من الطيار بمناصب معينة بعدين صار فيه اختلاف بينتهم على تقسيم الكعكب بعدين قوعة خيك افترق هو وخيك انت شا عملت هون بمناصرينك وبمحاسبينك حولتم الى منافقين انه هكذا تجري الامور هكذا هي طبائع الامور نجزب ثم نجزب ثم نجزب الحزب القومي حزب علماني بيصقف جماهيره على شو على انه لا مش الله اكبر هيدا اسلامجية هنه مش اسلامجيين ضروري يعني يكون مواطحين لأله وحزب علماني جدا بيصقف جماهيره على حبيب الشارطوني ولكل خائن حبيب لكل خائن حبيب لكل خائن حبيب بيربع هالشبل هذا وحزبه بيتبرى منه بيقول حزبه ما بيتبنى بالعلن انه حبيب الشارطوني هذا ليه شفت مع توني خليفة هذا الشخص اسمه توني خليفة الاعلامي ليه هو واحد طالع معه من القوات اللبنانية من فترة هاي من بعد ما صارت القصة بالشارع وقصة المشاعرات اللي يرفعوها بعض المناصرين للحزب القومي فبقول ومعه وضيف تاني كمان ممثل عن الحزب القومي قاعد عم يتبرق من قصة اختيال بشير جميل وقاعد عم يتبرق من حبيب الشارطوني ما هو انت او معك او مش معك بتعرف شو عم تعمل بمحاسبك هون وبمناصرك عم بتحولوا لمنافق اذا انتو كقيادي بتعملوا هايك فهو لش ما بدوش يعمل هايك ما انتم القبار انتم مصدر الايديولوجيا تبعيتو انتو اذا بتكونوا سفلة فالطبيعة الناس البسطة حيشوفوا قبارنا سفلة فنحنا لش ما ما نكون سفلة وايس على هاك ما في حزب الا ما عندو هايدي الحركات الا ما عندو هايدي القموت ما احكيكم عن وليد جنبلاط هو مالكة هو ربه رب ربه لهيدي القصة يلي هو اليوم هون ثاني يوم هو هون مناصرين ومحاسبين وشو رح يصيروا كيف رح يصيروا مع زوجاتهم مرأة كيف رح يصير مع زوجة الطفل كيف رح يصير مع الفيئه يلي عاش بههدي البيئة والآيكون تبعه كل يوم هو فيه شأن كل يوم هو فيه رأيي تحت عنوان انه بدنا نعيش وبدنا ننجح وهكذا هي طبائع الأمور ما عندي مشكلة قولوا أنه الأمور هي هيك وتعايشوا مع الأمور أنه هي هيك بس بلا رفع كتير شعارات طبوية بلا رفع شعارات يعني هيك فيها من المثالية وبينما التصرف في مكان آخر كفى مسخل للناس يعني عم نمسخ الناس عم نمسخ أخلاء الناس المجتمع بطل ينعاش فيه لأنكم أنتم فاسدين أنتم ولاة الأمور ولي الأمر لما يقال ولي الأمر ولي أي أمر الأمر بقل التعريف وتفيد المطلق يعني أنت ولي الأمر أنتم لما بتعملوا هيدا الشي بالناس الناس تتطبع بأخلاقكم بأدابكم بسلوككم بكيف تتصرفون مع الناس وبين بعضكم البعض فهاي هي أنا مصر من يوم يومي عندي إياه هيدا الأناعة أنه هيدا المجتمع تفسخ أخلاقيا نتيجة البني السياسي لهيدا النظام اللبناني يلي بتنتهي آخر شي بي هيدا هو لبنان ما فيه نعمل شي غير هيدا هو لبنان تعا غيره للبنان طالما هو أس المشاكل وأصل المشاكل طالع معك وأنه أنت ما بدك دولة طائفية وأنه أنت بدك دولة مدنية أيها الأحزاب كلها صعير مدى دولة مدنية يعني هيدا مرة آلة شرب النحاس آخر فترة وإز العالم كلها صعير مدى دولة مدنية حركة أمر مدى دولة مدنية الطيار الوطن الحرب مدى دولة مدنية طب يلا بل شوفيها آهااااااا أنت ما بدكو دولة مدنية إن بدكو دولة مدنية بديو يشتغل ما كيف تعرف الشيء من أثاره أين أصدقكم؟ أريد أن أرى كل يوم أن تفق ليل مع نهار وقضيتك من الصبح لعشية هي أن نجد نظام غير طائفي طبعاً أنا لم أرى أنك محمس لها الآن فمعنات أنه أنت مستفيد من هذا النظام ولكن عم تبيعني الشعارات كفا كذباً أنا هون شغلتي أنه قول هيدا الشي ما بينطلع ليه وكتار غيلي ما بينطلع ليهون وحساس جداً تجاه كب المسألة على الناس كب المسألة على الناس شعب فاسد شعبي بيستحق طبيعة الأمر إيه بس أي حق إنسان عالم اجتماعي أو عالم بالسلوك الاجتماعي عالم نفس اجتماعي بيجي بيقرأ لماذا أصبح الشعب على هذا النحو مين في الحياة دي ما تولدش بريد بريد ما من يختلفش عن الملائكة في شيء فيه ناس بتتداس في طريقها وناس السكينة تسرقها وناس ما تطرى تمشي في أي طريق بدك تبحث لماذا أصبح الشعب على هذا النحو من الأخلاق فيه منظومة قيمية سياسية نظام سياسي اجتماعي هو فاسد بنيويا هيدا النظام الطائفي هيدا نهايته أنه يخلق ناس مسوخة قلب هيدا المجتمع ناس كذابين ناس بدجلوا على بعضهم ميكانيسيان ما بتستجيل تروح تصلح سيارتك عنده ما بتعني في كيف بده يسرقك اللحام بيغشك المصور بيغشك الطبيب بيغشك المهندس بيغشك المحامي بيغشك كله بده يأكل بعضه ما في فكرة أنه أنت عندك الحق في فكرة البقاء للأقوى والأبقاء للأجل من الذي أوصلنا إلى هذا المجتمع الوحشي مجتمع وحشي نحن عايشين بمجتمع وحشي كان ذلك قبل الانهيار المالي ومع الانهيار المالي حيزيد ولكن كثير من اللبنانيين اليوم بعدهم تحت وقع الصدمة وشوي شوي حيبلشوا فيه وطبعا عم يشتغلوا فيهم هلا بقصة الدولار الحرمي الدجالين اللعينين أنه قالي بيجي مئاتي بيكونوا دولار بعشرين ألف بينزل للستة عشرين اليوم بيرزع بيشتعى للثمانتاعش طب كيف هيك هذا المعطر اللي بيكون مئة دولار بيعطلوا إياها خي ومبارات لبنان بيكون خاف المعطر راح باعة راح صرافة دغري للمئة دولار دغري تاني يوم رجعت ارتفعت طب ما حرام يعني يعني الناس هيوا هدا بسموه الاجهاز ما انت شايفو عم بيموت تتركوا شوي 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 عم بيموت بيجيوا حاط المستأدين يجهز علي يعني فهاي هي الفكرة اللي حباك أنا بوي عليها هيك بعجالة طريقة سريعة طريقة يعني مش بالضرورة اكاديمية وهيك يعني غير مؤطرة بشكل اكاديمي الفكرة النفاق منتبه هدا المجتمع وطبعا هاي الاحزاب كلها بتهاجم اي واحد مش معها لهاي الاحزاب بكلمة شو منافق هني هني انتوا مصنعة انتوا مصنع النفاق في هدي البلاد وبعض الاحيان بتلاقيلك شخص محذب بقلب حزب معين وحزبه متحالف مع جهة معينة بس هاي الجهة المعينة هو بيضل يسبها ياخي تب رح بطل من حزبك لو كلمال يحترمك كلمال يشوفك بني آدم رح بطل من حزبك او عمال حركة تصحيحية او قل له نجوه حزبك هو المتفق معه وعم يقول عنا حلوة انقبر قول عنا حلوة انا ما بيحترمك اذا بيكون حزبك بيقول انا بيحترمك عفكرة انسانيا اذا انت بكون منسجن مع خطاب حزبك العام حزبك متحالف مع الجهة متحالف مع مضب هذا الانفصام وهذا المسخ قرفتونا وصلتوا المجتمع لحد ما عاد ينعاش فيه انا وكثير امثالي لا حزبيين يلي ما شايفين لا فادي لا اكلنا لا خبز ولا شربنا مي من خيرات طائفة وعايشين بطلوع الروح همنا واملنا بكل لحظة صار انه نفل من هيدا البلد وناخد فرصة افضل لانه بصراحة ما عاد نقادرين مش بس بالموضوع الاقتصادي لا بالموضوع الاجتماعي على المستوى الاخلاقي البطلنا قادرين عيش في هذا المجتمع مجتمع العين مجتمع عميد في السخ والاتي افسخ في السلام اذا لان فعلت اذا لان فعلت